أي حق تستند عليه المرأة أو قلنا نقول أحد الشركين بتحريم رؤية الطفل لوالده أو منع الوالد أو الإبن حتى من هذا الحق صباح الخير سيدتي الكريمة والي ضيفك الكريم الحق الذي تستند إليه الأم هنا هو حقها كأم في حماية أطفالها ما في أم على وجه الكرة الأرضية ما بتتمنى أن يكون فيه علاقة سليمة وسوية بين أطفالها وأبوهم ولكن عندما تضطر الأم رغما عنها وأنا هون بحط تحت هذه الكلمة مليون خط وأنا عم بحكي انطلاقا من وقائع نحن عايشناها أثناء عملي على كتابي الجديد وهو قصة حقيقية من أروقة المحاكم الأحوال الشخصية على مدى سبع سنوات أنا أعمل على هذا الكتاب وجهت ورأيت بأم العين قصص وقضايا في أروقة المحكمة لأمهات حكولي أيضا أسباب أنه ليه يمنع أولادهم أنه ليس بس الرؤية يكون فيه صيلة من الأساس بينه وبين الأب يعني زي إيش مثلا خوفا من الاختطاف خوفا من التعنيف خوفا أنه يكون عنده مثلا مدمن مخدرات هل هذه الأسباب التي تستند عليها الأم؟ في قصة أنا ما بنساها أنه فيه أب هو يتعاطئ المخدرات مثل ما حضرتك تفضلتي تخيلي عنده ابن عمره ثلاثة سنين الولد كان عم يلعب بقلب البيت يعني ولد صغير يعني عم يرفع المخدة مخدة اللي بينام عليها بيه بيلاقي كيس صغير أبيض هذا الكيس كان فيه مخدرات لوما الأم دخلت الغرفة كان الولد فيه خبر كان هذه الحادثة جعلت الأم تأخذ قرارها ليس فقط بالطلاقة ولكن منع أي تواصل بين الأم بين الأب وابنه أيضا يعني نحن نتحدث هنا عن التعنيف كما حضرتك أشرتي نتحدث عن سلوك غير مسؤول لدى الأب بشكل عام عنف شتيمة عدم تحمل مسؤولية أصلا علاقة أسرية غير منضبطة داخل البيت لأن الأب هو بالأساس هو رأس العائلة طيب أستاذ أسماء يعني كما خلينا نشوف نقطة أخيرة نعم تفضلي النقطة الأخيرة الأب ممكن يكون كتير منيح سيدتي ولكن بعض الطلاق قد يكون الوسط المحيط به غير آمن للطفل